اشتركوا في القناة اما دلوقتي والساعة الاولى من ايم باكس الفقرة الاخيرة فيها هنتكلم يمكن عن نموذج نسائي صعيدي مميز جدا 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 ويمكن النموذج ده اتعودنا عليه انه هو بيبقى مختلف ومتميز جدا في انه يكسر التبوهات اللي موجودة عن المرأة في مجتمعاتنا الشرقية وهي صفاء عصران صفاء عصران عملت مبادرة كويسة جدا ولطيفة جدا ليها علاقة بالقضاء عالية جدا اللي موجودة في الصعيد وتحت مبادرة اسمها درع التسامح يمكن احنا بنشوف مبادرات كتيرة جدا ومحاولات مجتمعية كتيرة جدا سواء من نساء او رجال بانه هما يحاول يوعوا الناس فكرة اضطار ما بيجيبش غير واجع القلب وحزن الاهالي على اولادهم اللي بيفقدوهم بعد ما بيربوهم يكبروهم بسبب عادة اضطار اللي موجودة في الصعيد لكن ان احنا نشوف ستة قوية تقف وسط رجالة كتير في الصعيد في الكرة والنجوع انها تخطب وتوعي الناس تحت المبادرة دي وكمان كان فيه اشهادات كبيرة جدا من وزارة التضامن الاجتماعي ووزير التنمية المحلية وكمان من وزير الشباب ورياضة هنتكلم في كل تفاصيل المبادرة دي في الفقرة الاخيرة مع صفاء عصران اما الفقرة التانية هنتكلم فيها عن مشروع تخرج لطيف جدا لطلبة فنون جميلة في جامعة المينيا يمكن هم عملوا مشروع جميل جدا مشروع تخرج لعلاقة بازياء لشخصيات تاريخية وفنية مشهورة وناس كتيرة اشادت بيه على السوشيال ميديا من ضمنهم الفنان الجميل احمد امين وهو عمل شارنج للصور والازياء دي على السوشيال ميديا والحساب الخاص به وهنتكلم معاهم برضو في الفقرة التانية عن ازاي اختاروا المشروع ده وفكرة المشروع جات لهم منين وازاي تحمسوا جدا هم يعملوا ازياء مختلفة ومميزة بالشكل ده اما دلوقتي فاحنا هنتكلم عن موضوع هو حديث الساعة برضو على السوشيال ميديا احنا عارفين انه كل فترة كده بيطلع موضوع بيبقى مثارج جدل على السوشيال ميديا بيبقى حديث الناس سواء حاجة ايجابية او حاجة سلبية الحقيقة الموضوع ده كان يعني مؤسف جدا والناس كتير اتأثرت خصوصا انه احنا شفنا فيديو مصور بتفاصيله لحد ما شفنا قد ايه هو كان مروع وهو حادث السير لفتاة على طريق الجلالة وكانت طبعا زي ما احنا شايفين الفيديو معانا على الشاشة هي كانت ماشية في طريق عكس الاتجاه بسرعة جنونية وكانت مواجهة او في الجهة اللي قدامها مقابلة لها تريلات وعربيات نقل كبيرة جدا وعربيات مش متوقعنا تشوف حد بيمشي بالسرعة دي وطبعا انتهى بيها الحال ان هي استدمت بعربية تريلة كبيرة جدا والبنت توفت في الحال والعربية بتاعتها تفحمت تماما وسائق التريلة يعني مصاب وفي المستشفى دلوقتي بيتعالج الفكرة انه احنا لما نشوف الفيديو ناس كتيرة جدا في حالة جدل هنا بقى على السوشيال ميديا هي اللي خلاها توصل للمرحلة دي ان هي تمشي بالسرعة الجنونية وفي طريق عكس الاتجاه ان هي يمكن كانت تايها مش عارفة تطلع على الطريق الصحيح لها فعشان كده كانت بتجري بسرعة قوي عايزة توصل لأي ملف يوصلها للطريق الصحيح بتاعها لكن لو فكرنا ان اي حد بيسوق ومحترف في السواءة وهي زيها واضح انها بتسوق كويس جدا بدليل انها ماشي على سرعة 180 انه هي اكيد ABC او الف به سواءة انه لو انا ماشي في طريق عكسي لازم التزم بسرعة هادية جدا عشان ما عرضش حياتي ولا حياة اللي حواليها للخطر الحارة الاخيرة خالص ان هي تبقى على اقصى الشمال عشان برضو ما تعرضش العربيات اللي جاية في طريقها للخطر تالت حاجة انه هي تعمل انتظار او ويتنج بعربيتها عشان برضو تحافظ على حياتها لكن احنا شوفنا ان هي كانت بتجري بسرعة يعني مهولة جدا ومرعبة لدرجة انه حتى العربيات اللي كانت جاية مواجهة لها كانت بتفديها وهي ما عندهاش اي فكرة عن ان هي ازاي حتى تحمي او تنقذ اللي حواليها احنا هنا بنتكلم في فكرة السرعة الجنونية والماشي عكس الاتجاه انا بالحقيقة وانا ماشي بشوف ناس كتيرة جدا بتمشي فعلا عكس الاتجاه لقي حد جاي في وشي وجاي بمنتهى الاستهتار بيجري وبيكسر الشارع وكأنه هو ماشي الواحد وما فيش حوالي ناس يمكن فيه مجهودات كبيرة جدا من الدولة ان هما يوسعوا الشوارع وبيعملوا ملفات كبيرة ووسعة وبيعملوا كباري عشان يحافظوا على حياة الناس وانه حتى يعني الاختناء المروري اللي كان بيحصل في الاول يبدأ يقل مع الوقت ومع طبعا التعديلات الكبيرة والتوسعات اللي بتحصل في الشوارع لكن فكرة السرعة الجنونية وعدم تحمل المسئولية على حياة اللي حوالينا ده طبعا لازم يحسب عليه القانون انه شخص مستهتر معه عربية بيحب يجري بيحب يعمل تشالنج مع اصحابه انه هو يشد على الطريق مع اصدقائه ده كله مرفوض لانه احنا زي ما شفنا الفيديو مصور يمكن لو كانت حكالنا الكلام ده سماعي ما كناش هنحس بفجاعة الموقف لكن احنا شفنا الفيديو بنفسنا وهو مؤلم ومرعب حتى الشاب اللي كان بيصورها هو شاب يعني ممكن يكون يقول الله دي بتجري دي بتعمل لكن هو كان مخدود من الفكرة وكان حاول يوصق الفيديو ده عشان يبلغ عنها وعن ازاي هي ماشية بالسرعة الجنونية دي وعرضت حياة سائق غلبان للخطر ممكن يكون مسؤول عن اولاد ممكن يكون متزوج ممكن يكون بيعيل عيلة كاملة وهو ما نعرفش نوع الاصابة اللي عنده هل هتخليه يقدر يواصل حياته تاني ولا الاصابات خطيرة يمكن احنا عايزين نتكلم بقى عن فكرة السرعة الجنونية والعقوبة اللي قانون المروري الجديد طبقها يمكن وفقاً للمادة 76 مقرر القانون نص على انه يعاقب الشخص اللي بيمشي عكس الاتجاه وبيكسر السرعة المقررة القانونية للطريق بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4000 جنيه ولا تزيد برضو عن 8000 جنيه او احدى هتين العقوبتين او الاتنين مع بعض لكل واحد تعمد انه هو يمشي عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن او خارجها ويمكن كمان الطرق السريعة ممكن تكون مغرية جداً للجاري ولكن هي عليها سرعة مقررة لان اكيد طالما السرعة دي مقررة في الحكومة والمرور عارفين انه ما ينفعش نعدي سرعة دي لانه بعد كده هنبقى في مرحلة الخطر كمان انه لو نجم او انتج عن السير المعاكس او المخالف ارشادات او اشارات المرور الخاصة بتنظيم السير وتم اصابة او وفاة شخص اخر زي ما حصل لسائق انتريلا بتضعف الغرامة المالية مع الغاء طبعاً رخصة القيادة ولا يجوز منع الرخصة الجديدة دي المرور مساوية لمدة الحبس اللي هو مقررة على الشخص ده كمان انه بالنسبة لسائقي بقى الميكروباصات ده لو احنا كلمنا عن الملاكي طيب لو سواءين الميكروباص برضو والاوتوبيسات والنقل العام بنشوف انه هم في حوادث مروعة برضو بتؤدي لوفاة اشخاص كتيرة جداً واطفال وسيدات بيبقوا ماشيين على الطريق مع اولادهم بيقولوا طيب احنا هنكمل طيب عقوبة المرور او قانون المرور الجديد لكن احنا معنا على التليفون ريم يا ريم ازايك؟ يا نورون ازايك عاملة ايه؟ انا كويسة انت عاملة ايه؟ تمام الحمد لله يعني اكيد تابعتي حدثت طريق الجلالة والبنت اللي اتعرضت للوفاة وعرضت برضو حياة سائق التريلا لاصابات يعني احنا لسه مش عارفين حالته لحد دلوقتي وصلت لايه لكن المشهد كان صعب جداً على الناس اللي شافته على السوشال ميديا انت عايزة اقول لك ان انا عندي حالة هلع من المدارس بسبب الفيديو ده لان واحدة صاحبتي كانت بتهولي اللي هو شفت الحدثة فانا بتفرج ومش مدي اخوانا ولسه عمال اجمع هي مين اللي ماشي عكسي ومين اللي بيصور وفجأة واحدة ماشي البنت ماشي 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 ودخلت في التريلا الكبيرة وانفجرت انا يعني اتعبتي جداً لان انا تقريباً شفت حدثة مشابهة لنفس الحدثة دي بس طبعاً ما كانتش متصورة وبرده كان حد ماشي عكسي على طريق سفر ريم يا ريم طب حاولي تكلمينا تاني يا ريم يمكن انت كلامك مصبوط مية في المية انه فعلاً الحوادث دي مخيفة ومرعبة وبتعرضنا للخطر يمكن انا كنت بتكلم برضو مع حد من صحابي بنتكلم عن الحدثة فبتقولي انا مش متخيلة ان انا لما اكون ماشي انا وعيلتي على طريق مسافرين ومشيين بالسرعة القانونية المقررة لنا على الطريق ولاقي فجأة حد واقي يعني جاي في وشي بالسرعة الجنونية دي وفجأة كده يعرض حياة عيلة كاملة للخطر عشان كده احنا بنتكلم يا جماعة انه مفيش حاجة مستهلة ابداً انت حتى لو جريت ومشيت 180 ولا 190 انت هتوصل في نفس المعاد ولمكان اللي انت عايز تروحه بس الفرق هتبقى خمس دقايق طب الخمس دقايق دي تحافظ فيها على روحك وعلى روح اللي معاك وكمان الناس اللي حواليك في الشارع ويمكن اهلينا والناس الكبيرة بيقولوا انتوا خلوا بالكوا في السرعة ويمشوا بشويش لان انت ممكن تكون بتسوق حلو جداً لكن انت مش ضامن اللي الناس اللي حواليك رد في علوم يبقى عامل ازاي او هو هيتصرف ازاي او هو بيسوق كويس ولا لا لو رجعنا اتكلمنا عن بقى قانون المرور الجديد اللي هو لمدة 76 طيب ماشي ريم جات لنا تاني يا ريم مالش على الانقطاع ده لا ولا يهمك كنت بحكيلك ان انا بقولك شفت حادثة تقريباً مشابهة لناس الحادثة برضو كان حد ماشي على طريق سفر بسرعة برضو فضيعة كده والناس كانت مستغربة برضو ان احنا كنا من ناحية تانية ومرعبين ان يكون في حد جاي عكسي وبالفعل ده اللي حصل هو كان اللي ماشي عكسي عمالي الكلم في التليفون وفجأة دخل في عربية تانية لانه هو مالش يتفهدها لانه كان في عربيتين جايين في نفس الوقت وهو اتزانق بينهم فللأسف دخل في عربية منهم وفي الاخر لما نزلنا وشفنا الدنيا كان فيه طفل مات وباباه فاللي هو يعني حتى العمل اللي حتى نفسه يعني اتضاف وفي الاخر اه الناس اللي هي اصلا ماشية في طريقها هي اللي تثابت لما شفت بقى الحصة بتاعة مبارح دي رجعني النفس الزكرة بتاعة الحصة الثانية دي فالموضوع كان صعب جدا الحقيقي صعب جدا يمكن فكرة زي ما انتي بتقولي ان وح وإحنا كمان بنتكلم في البرنامج بنقول انه حتى لو انت مستهتر بحياتك بيفرش اتعرض حياتي اللي حواليك للخطر اللي بتبقى عيلة يعني ملاقاش اي زم طيب فيه حاجة هي طبعا بوسط الأحداث المأساوية تبدو أن هي مأساوية السنة مبسوطة منها فكرة أنه بقينا نوصق كل حاجة للتصوير الفيديو مثلا بتاع التحرش بالطفلة التاجر معي دي الحادثة دي هو الشخص اللي كان بيصور هو العارف أن هيحصل حادثة ولا عارف أن في حد هيتوفى ولا عارف أي حاجة هو كان بيصور علشان يبلغ أن في حد ماشي عكسي ففكرة أنه نحن بقينا نرسل المخالفات بالتصوير وبقينا نستغل للسوشيال ميديا اللي دايما طول الوقت بنتكلم بياتها ففكرة زي كده دي أصلا جانت حاجة يعني بقينا نقدر نمسك متحرشين بأطفال بقينا نقدر نوصل لناس ماشي عكسي فعلا ممكن يعرضوا حياتهم وحياة غيرهم بالخطر فأنا شايفا من الموضوعات بجد إلا جديد طبعا من الموضوعات بيه اتجال الإيجابية أكبر يعني صح أنت تكلمي في نقطة مهمة جدا يمكن لكن الفيديوهات دي بتعمل زي صدمة كده للناس أنه حتى لو كانت في ناس بتدافع عن الشخص المتحرش لما شافوا الفيديو أكيد أكيد عمرهم ما هيدفعوا عنه بعد ما شافوا الحقيقة وقد إيه الفيديو كان صادم ومؤثر ومؤلم للناس نفس الكلام حدثت الطريق الجلالة برضو مؤلمة جدا والناس كان حتى شبنات أو الناس أكيد بعد ما يشوفوا الفيديو ده لأ هياخدوا بالهم أنه ما يمشوش عكسي على طريق زي ده سريع أو ما يمشوش بالسرعة الجنونية دي طبعا بخلص لو الكلام اللي بيطبقى فكرة النساء طبعا انت عارفة الناس بتتكلم كتير دلوقتي عمين يقولوا أن الموضوع حادث انتحاري دالك أنت عايزة أسألك علي أنه يمكن الأراء مختلفة جدا على سوشال ميديا يقولوا لا يا جماعة هي واضح أنها كانت تايها وعايزة تجري بسرعة عشان توصل لأي ملف يوصلها على الطريق السليم وفي ناس تانية بتقول لا واضح أنها كانت عايزة تنهي حياتها لأن ممكن تكون عندها مشاكل نفسية أو عندها مثلا انهيار عصبي أو مشاكل معينة خلتها ما تبقاش مستوعبة هي بتعمل إيه أنت من يعني مشاهدتك للفيديو أنت شايفة إيه بصي أنا في الأول كنت شايفة أن هو لأ يعني حد ماشي على طريق سريع وشايفة أن الدنيا فاضية فماشي بسرعة جنونية عادي اللي هو الطريق مساعد وفهمها بس الدخلة في العربية وخصوصا أن أنا شفت أن ما كانتش فيها عربيات جنبها هي كانت تقدر تتخذها أو حاجة فيه جزء مني مصدق أن هي فعلا ممكن تكون أجزامت على الانتحار أو أن هي كانت عايزة تانية حياتها بس في نفس الوقت الحاجات دي ما كانش جزمي يعني إحنا مهما أهلها قالوا مهما الناس قالت فهو خلال في حياتها انتهت وما حدش هيقدر يصل لحقيقة الموقف اللي هي كانت فيه والتسكير اللي هي كانت بتفكر فيه فبكل الأحوال يعني هو الموضوع كان سعلا صعب جدا وسواء انتحرت سواء الموضوع كان حاسة بس يعني كمان الناس كلها تاخد بالها من الحوار دي يا رب مشكورك جدا يا ريم ويعني فعلا يعني ربنا يرحمها وربنا يصبر أهلها طبعا وإحنا مش عايزين نتكلم في تفاصيل أو نقعد نحلل هي كانت حالتها عاملة زي احتراما طبعا لمشاعر أهلها دي في الأول وفي الأخر خصوصيات تخص أهلها وتخص البنت المتوفاء يعني ربنا يرحمها يا رب ويصبر أهلها ويشفي طبعا سائق الترالة لكن الفكرة انه فعلا اللي احنا بنتكلم فيه جماعة انه الشباب أنا بطلع على الطريق بلاقي ناس بتصوب بسرعة جنونية على طريق طب انت عارف قدامها هتلاقي اي ما ممكن تلاقي مثلا بلاعة أو أعمال إصلاحات بتحصل على الطريق ممكن تلاقي واحد مهدي بعربيته حصل حاجة طريق زحمة شوية فيه إشارة فيه لجنة فانت لما بتمشي بالسرعة دي وفجأة ممكن تتفاجئ وتيجي تفارمل انت ممكن تدمر العربيات كلها اللي على الطريق طيب احنا كده خلصنا كلامنا عن يعني الحادثة المروعة دي ويعني ربنا زي ما قلنا كده ربنا يصبر أهلها رب ويرحمها أنا بس قبل ما نختم يعني أو قبل ما نطلع فاصل أنا كنت عايزة تكلم عن السوائين الأوتوبيس والنقل الجماعي إنه فيه برضو عدد النقل عدد ركاب بيبقى مفروض مصرح بيهم كمان لازم يعملوا تحليل للشخص إصائق النقل ده عشان يتأكدوا قد ايه هو صحته العقلية والجسدية كويسة تأهله إنه هو يسوق بناس على الطريق ولا لا وطبعا رخصة السير لازم تبقى سريا ولازم تبقى ورقه كله ورق العربية يكون سليم إحنا كده خلصنا فقرتنا الأولى نطلع لفاصل نرجع نكمل بقية فقرات إيم باكس ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاك وباقي فقرات إيم باكس ودلوقتي بقى نتكلم عن موضوع مبهج شوية ومفرح برضو على السوشال ميديا وهو مشروع طلبت كلية فنون جميلة في جامعة المينيا عملوه وصراحة هو أثار إعجاب الناس جدا على السوشال ميديا ومنهم مشاهير وفنانين زي ما قلتلكم الفنان أحمد أمين عمل شارينج لصور لأزياء وشخصيات تاريخية ومشهورة جدا وديكورات لعصور تاريخية جميلة زي ما احنا شايفين معانا على الشاشة ويعني برك لهم شكرهم جدا على المجهود اللي هم عملوه قالوهم أنه دي حاجة مبهجة ومفرحة جدا جدا وأنه الشغل اللي اتعمل ده كأنه شغل ناس محترفين مش طلبة لسه بيتعلموا أو طلبة كلية فنون جميلة ممكن يكون الموضوع بياخد وقت كبير جدا على ما يعملوا المجهود ده ويطلعوا النتيجة دي لكن زي ما احنا شايفين الصور فعلا جميلة جدا والأزياء محترفة جدا 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 كأن في حد ستايلست عملها لمسلسل تاريخي أو لفيلم تاريخي احنا شان نعرف تفاصيل أكتر عن المشروع ده معانا على التليفون لجاين محمد طالبة بكلية فنون جميلة وأحد المشاركات طبعا في المشروع ده شان تحكينا أكتر عنه يا لجاين ازايك؟ ازايك يا نوران عمنا ايه؟ ألف مبروك على المشروع الحلو ده وعلى انه الناس معجبة جدا بيه على سوشل ميديا ومنها طبعا الفنان أحمد أمين في الأول كده كلميني عن ازاي فكرة المشروع ده جت لكو ونفستوها ازاي؟ هي عندنا المادة مادة التنفيذ وما كده طبعا دكتور صالح عبد الربو المادة اللي بقى مطلس مننا فيها ان احنا ننفذ أزياء تبهت ده فكنا عملنا بقى احنا دقعة بتاعتنا عشر طلبة فكل واحد عمل فرش وحب دور على الشخصية اللي حب يرفزها أو يعملها وبس وفتقى رينا بتاعتنا مع الدكتورة والمعايدين وابتدينا بقى منشف في التنفيذ يعني الشخصيات يعني ممكن تقوليلي كده كم شخصية من كم عصر انتو حطتوها في المشروع بتاعك في اغلبها فانتزي ماشي 7 عصر معي هم عشر شخصيات على قدين عصر صلبة كل واحد خد شخصي بالذات اه اغلبها فانتزي يعني ما بيرجعش للتاريخ أو عصر معي طيب خد منك وقت قدقية عشان تنفزوا الازياء دي وتقرروا التفاصيل اللي فيها زي ما انا شايفة كده على الشاشة انو فيه تفاصيل دقيقة جدا في الازياء دي اه يعني مثلا هنقول شهر شهر جمعنا الاداتا ولم يفاج إلى الاستغائق ووهب crianças مش别 من الحرور وممكن نوضع اشبعين سنفيل لكي نضخد باللنا كم لانتو في السنة كام احنا بكاريوس في الجميع كبار من الجميع هذا نوع كبار من الجمع طيب Niep برضو لما يكون حد طالب غير لما يكون حد بيمارس المهنة وبيشتغل فيها كل يوم بيطلع دفوهات وبيتعلم من أخطائه أنا شايفة أنه حتى يعني الفنان أحمد أمين قال أنه الشغل عالي جدا واصل لدرجة الاحترافية أحنا لما في حاجة بتوقف قدامنا أو تفصيلة بنقف إزاي هنعرف عملها أو لا بنرجع للمهيدين بيتعرف نسألهم بنرجع للدفعات القديمة نسألها بيبقى فيه مرجع يعني نسألهم وطبع بلنساش طيب الدكاترة بقى لما شافوا المشروع بتاعكم ده كان رد فعلهم عمل إزاي لما شافوا كل الشغل الجميل ده وصراحة كلهم أشاد بي وأشاد بمجهودنا حتى الدفعات الصغيرة حتى الدفعات اللي تخرجت كل الناس يعني أشاد بيه وقالوا إن احنا كنا أحلى دفع يعني عملت الموضوع ده يعني طيب يعني برضو لو سألتك في تفصيلة كده فكرة إنه تصميم الأزياء أنتوا خلاص رسمتوا الأزياء وصممتوا الشكل تمام لكن التنفيذ بقى مين اللي نفذلكوا الأزياء دي بالروعة أو بالجمال ده طبعا إحنا لنفذنا أنتوا برضو؟ أحنا أيها طبعا أكيد إحنا بنصرش على الوركين بتاع الحاجات دي إزاي بتتعمل أو إيه الخامة المستخدمة وبنشوف على حسب إزاي هيحتاج إيه وبنزل نجيبه وبقى نبدأ الوركين بنطبق أكيد ونصلح ونعيد بس الأول في الأخر إحنا ننفذها طب أنا شايف حاجات شبه المعدن شايف تيجان شايف صورجان الحاجات دي برضو أنتوا اللي صممتوها أو هي هي تبعي إنها مثل لكن هي مش مثل هي يعني حل أو محل تستأجينه كمان خمات بتخدع بس الساكل لكن الفاكل النهائي دي ببعي إنها مثل لكن هي في الحقيقة لا طب الحقيقة إيه؟ الحقيقة تبقى حاجة كده شبه الفو نعم شبه هكذا الجلد شوية آه وبنضيق وبنحطوها للسل هو اللي بيضيقها في المتال ده طيب رد فعل أهليكو كان عامل إزاي بقى إحنا عرفنا رد فعل الدكاترة اتبسطتنا جدا وإحنا النفذينا مكوناس متوقعين هنطلع حاجة حلوة كده اتبسطتنا جدا واتبسطتنا لأن الموضوع يعني بسهر وعلى مستوى حي وأستاذ أحمد أمين طبعا يعني شكرنا في الموضوع ده فالحاجة حلوة هم فخورين بينا طيب ده هي طبعا إنه يعني فيه ردود فعل كبيرة جدا على السوشيال ميديا هل كنتم متوقعين إن الموضوع ينتشر على السوشيال ميديا وناس كتيرة جدا يعجبها الشغل ده ولا إيه جات معاكم كده إيه جات كده إحنا عم أحسن نفذ دفعة وعب نفذ عملنا البوست لأن البوست عمال ينتهر فما كنت نفذ عقاين خالص إنه ده يحصل طيب ده مشروع عادي يمكن ده زي كده بحث أو أسايمنت كان مطلوب منكو وإنتم بصراحة عملتوه بشكل هايل جدا مشروع التخرج بتاعكم يعني هيبقى عبارة عن إيه أو أنتم مقررين تعملوا فيه إيه مشروع التخرج عامة نشكتنا دي بس بيبقى بنختار فيلم أو مثالسل أو مسرح أو مسرح رايز في مجالات كتير يعني وبنريت كريت بقى السيناريو بتاعه وبنديجاين اللوكيشن والأجياء وكله ده يعني أنتوا أكيد هتبدأوا تشتعلوا فيه من دلوقت أوقفنا يعني بنسرش من دلوقت في الموضوع ده طيب هل ليكوا كمجموعة كده أنتوا عشر أشخاص وطلعتوا شغل حلوة قوي واضح أن أنتوا كنتوا بتشتغلوا بشكل جماعي تيم وورك طيب هل فيه أعمال تانية نوين تعملوها خلال الجامعة أو بعض التخرج تشتغلوا فيها مع بعض والله ممكن يعني لو فيه فرصة أن احنا فارغا نشتغل مع بعض احنا بندخلش على بعض الحاجة بمعلومة يعني بس لو فيه فرصة أكيد احنا نحب نعمل كده طيب أنت بعد ما تتخرجي نوية تشتغلي في إيه بالزبط في مجالك أكيد مش المجالي طبعا لا في مجالك بس حابة تعملي إيه في السنة أبقى أرت دايركتور مثلا بن باركلك وبهنيكي يا لوجاين أنت وكل زميلك على المنتج الحلو ده في المشروع وعلى التفاصيل وأن انتوا قد ايه تميتوا بأدق التفاصيل وحتى بالفوتو ساشن اللي كانت معمولة بعد ما خلصتوا الأزياء دي وأن انتوا تشتغلوا بالمهارة وبالاحترافية دي وأنه فنان زي أحمد أمين طبعا وفنان جميل ومعروف عنه أنه هو دايما برنامجه أو برامجه كلها فيها المحتوى الصخرية بس الصخرية طبعا يعني هدفها جميل وراقي أنه هو يشيد بالشغل ده وبالأعمال دي كلها فدي حاجة مشرفة جدا لطلبة مصر وطبعا معروف أنه فنون جميلة بتخرج فنانين كبار جدا وبيقدموا حاجات جميلة جدا شوفنا كده مشاريع جميلة جدا للطلبة بقى عندهم وعندهم أمل وعندهم حماس أن هم يطلعوا أحسن ما عندهم خلال فترة دراستهم أو بعد حتى ما بيتخرجوا بيحاولوا يتحطوا كل اللي يتعلموا كل مواهبهم في مشاريع جميلة جدا تسعد كل اللي حواليهم إحنا فقرتنا دي خلصت هنطلع لفاصل ونرجع نكمل برضو لسه بقية فقرات إيمباكس هنستقبل بقى صفاء عصران ونتكلم عن مبادرة درع التسامح صعيد بلا ثقر خليكم معا يمكن خلال السنين الأخيرة قدرت الستات المصريات أن هي تبهر العالم والمجتمع العالم كله فعلا بأنها تدخل في مجالات صعبة جدا وكمان قدروا أن هما يكونوا رائضات في مجالهم كمان من بين المبادرات الاجتماعية اللي دايما بنشوفها عشان تحسن من وعي المجتمع صفاء عصران وهي صاحبة مبادرة درع التسامح لصعيد بلا ثقر وهي البنت الوحيدة اللي في مصر اللي بتنادي بفكرة القضاء على عادة الثقر اللي موجودة بالصعيد بشكل كبير جدا برغم الجهود المجتمعية اللي بتبزل إلى أن هي البنت الوحيدة اللي بتقف وسط الرجالة بتخطب وبتنادي في القرى والنجوع بكل حكمة وعقل ورزانة عشان كده هي معانا في الستوديو ومنوراني النهاردة عشان نتكلم أكتر عن مبادرتها وعن أعمالها المجتمعية واضح أن هي بتعمل أعمال مجتمعية كتير جدا تشارك فيها لعمل الخير منوراني يا صفاء أهلا بيك بحضرتك الإعلامية الجميلة الأستاذها نوران عطالله ربنا يخليك أنا بشكر طبعا حضرتك ربنا يخليك بشكر كل سادة المشاهدين وبالمناسبة دي أنا بعزي أهلي في الصعيد علشان الحادث القليم حادث القطار القليم فأنا بعزي كل أهالي الصعيد كلنا وبعزي المصريين وبعزي الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ربنا يصبر أهليهم يا رب يلهمهم الصبر والسلوان خلينا نتكلم عن مبادرة درع التسامح لصعيد بلا ثقر يمكن الفترة اللي فاتت كانت فيه جهود مش هقدر ننكر ان احنا كانت فيه جهود لانه يعني نحاول نقلل عادة الثقر اللي موجودة في الصعيد لكن لما كن سيدة تتبنى المبادرة دي بكل شجاعة وكل جرأة وسط رجال الصعيد ومعروف انه فيه أفكار معينة لسه يعني ما تخلصناش منها في المجتمعاتنا الصعادية او يعني المجتمعات الشرقية الا ان انت عملت مبادرة درع التسامح لصعيد بلا ثقر الفكرة اصلا جاتلك منين وامت بدأت تفكري في المبادرة دي طبعا فكرة المبادرة جاتني من سنوات طويلة جدا لاني الطار طبعا زي بمقوله كده أكل الأخضر واليابس في الصعيد الطار دمر كل شيء في الصعيد سبب تعطيل التنمية في الصعيد هو الصعر طبعا دي المشكلة الأولى والمشكلة الأساسية اللي بيعاني منها الصعيد فكرة المورسات الخاطئة فكرة الصعر الصعر ان انا بقتل بني آدم اصلا ملهوش زنب ما شافش اصلا المشكلة انا قتلت ليه انا اخد ليه انت تاخد الزنب من أختي ليه تاخد الزنب من أخويا ليه ما اخدش الزنب من صاحب الزنب اللي هو في الأساس بيكون يعني داخل السجون المصرية وبياخد زنبه بالقانون فطبعا من هنا جات ليه فكرة المبادرة ان انا اطلق مبادرة درع التسامح تحت شعار صعيد بلا صعر طبعا كانت البدايات كن صفاء عصران طبعا خريجة ادب اعلام انا فروحت ان انا اعمل تغطية اعلامية لصلح صقر كان في دشنة من تقريبا 2013 فازاي انت بنته ماينفعش بنته تحضر صلح وخصوصا في بعض القرى والأماكن بتكون متشددة جدا 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 إن الصعيد ده عندنا عادات وتقاليد يعني ومورسات سبتة ما بينفعش إن هي تتغير أصلا يعني فصممت إن أنا لازم أحضر الخصومة دي وأتكلم وأشوف إيه هي أسباب السقر والطار ده بيجي من فين وإيه الحلول يعني أنا عاوز أحل من خلال كنت الإعلام في البدايات فأخدت الصلح ده طبعا يعني زي ما بقوله كده الطريق اللي أنا بمشي عليه فضلت حتى الآن مفيش صلح طار ما بحضرهوش اللي هو صفاء عصران شكلها أصبح يعني معروف لأهالي الصعيد اللي هي بتتكلم عن التسامح وعن المحبة ما بين الأهالي ونبز العنف ونبز الخلافات بعدين الأمر يعني بدأ يتطور اللي هو يعني لجيت رجلي زي ما بقوله كده في الموضوع لأن الموضوع ما هوش سهل أبدا مش على الستات أو على بنت كونسة فاء عصران بنت لا دعاء صعبة على الرجال الموضوع صعب وصعب جدا أن أنت بتتكلمي عن شيء موروظ صعب أنه أي بني آدم نحن نتخلص منه في يوم وليلة أو يتكلم فيه أن أنت تروح الوليد دم تتكلمي في صلح الموضوع ما هوش صعب أبدا ممكن رجل المصلحات يتعرض للأهانة للطرد ممكن يتعرض لعقبات يعني كتير جدا ممكن يتعرض لضرب نار في قرية من القرى الموضوع ما هوش يعني سهل أبدا فدي كانت البدايات وكنت بنهي في قصص السقر والخصومات اللي هي جاب لي ما بتوصل للدم والخصومات اللي هي وصلت للدم وما اقتصرتش كمان آه على محافظة قنة لأني اعتبرت نفسي مش بنتي كمان محافظات الصعيد فقط لأ ده بنت كل محافظات مصر لأني في أماكن خارج الصعيد من خلال مبادرتي يعني اكتشفت أني فيها يعني صعر زي باني سويف زي الغربية المنوفية على فكرة فيه خصومات صعر لكن مش بنفس التشدد اللي موجودة في الصعيد اللي موجود طبعا في الصعيد بعدين أتت لي فكرة غير الجلسات العرفية يعني كوني كبنت وبجلس مع كبار العائلات لا ده الموضوع يعني تطور لدرع التسامح خارجت بفكرة الفكرة دي فريدة من نحة على مستوى الجمهورية كان الأول أستاذة نوران الكفن اللي هو طبعا الشيء الموروثي اللي ابتكروا أجدادنا اللي كان من المستحيل وكان من الصعب جدا إنه حد يغير أو مش يغير يعني يضيف للكفن شيء فأنا خرجت بفكرة درع التسامح درع وأطلقت عليه درع التسامح الدرع ده عمل مردود كبير جدا مع أولياء الدم وليه الدم اللي هو بيستلم كفنه اللي هو غلق باب دم اللي هو تعامل بالقانون واصطلح في العرف تسامح في العرف لكن القاتل في الحبس موجود في الحبس فإحنا بكرمه بدرع وأطلقت عليه درع التسامح تحت شعار صعيد بلا سأر بعد طبعا نجاح الفكرة وقبولها مع الأهالي ومع أولياء الدم ومع رجال المصالحات الناس طبعا اللي بتبزل يعني مجهود كبير جدا الفكرة تبنتها الدولة في البداية تبنتها مع علي الأب الروحي لشباب الصعيد مع علي وزير الشباب ورياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي بعدها مباشرة تولى الدرع والمبادرة كاسمه كحافز معنوي للأهالي لأهالي الصعيد طبعا مولانا مفتي الديارة المصرية الأسبق الأستاذ الدكتور علي جمعة بعدها كان فيه توجيه من مجلس الوزراء بالاهتمام بدرع التسامح اللي عمل طفرة غير عادية في الصعيد بعدها مبادرة ومعالي وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وأصدر معالي كتاب دوري لكل محافظين مصر إن المبادرة يعني لها يكون اهتمام كبير لها مقعد أساسي في كل صلح طار ولها كلمة أساسية في كل صلح طار يعني موضوع بجاء رسمي أكتر وأكتر وبعدها طبعا مؤسسة مصر الخير المؤسسة العظيمة اللي دعمت المبادرة يعني دعم كبير فأنا من قناتكم المحترمة بشكر كل الجهات الدعمة وفي البداية خالص يعني دعم الأمن وحب الأمن ومساندة الأمن طبعا هي كانت يعني الدعم الرئيسي لصفاء عصران وللمبادرة إن المبادرة أصلا تنجح وتكون إن الدرع ده في البداية ما كانش فيه حد متقبله غير الأمن وأولياء الدم لأن الأمن دولا بهمهم التسامح والأمن والأمان فكان فكرة المبادرة أو أن أنا أضيف للعرف يعني في بعض وقلة قليلة من المسؤولين ما يتعدوش الواحد في المية هو إيه يعني ناس بتصرخ وإنت بتديها درع ده بالعكس الدرع طفة نار الفتنة الدرع احتضن أولياء الدم الدرع كل أولياء الدم بلا استثناء في الصعيد رحبوا بالفكرة لأن الصعيد بيرفض الدية الصعيد بيدور على الشيء المعنوي تخيل إن أنت بتستلم كفا ومجموعة من الوزراء بيكرموك بيرفعوا راسك وسط أهلك وسط ناسك وسط كل القنوات التلفزيونية لأن انت قبلت اللعفو وانت غلقت باب دم فدرع التسامح عمل طفرة غير عادية بدعم الدولة وخصوصا دعم الأمن فأنا من قناتكم المحترمة بقدم كل الشكر والتقدير والحب والإحترام لمعالي واللواء محمود وطباق ورجاله وأنا فيه بعض الموافق من رجاله يعني نتكلم عنها طبعا كل الشكر والتقدير لكل مؤسسات كل حالات الدولة اللي بتدعم فكرة القضاء على عادة قصار اللي موجودة في الصعيد لكن خليني أسألك سؤال يعني زي ما يمكن مؤسسات الدولة والوزرات زي ما أنت قلت كده بيدعموك بشكل كبير جدا عشان يوعوا الناس في الصعيد أنه يعني خلاص الصقر ده ما بيجيبش غير دم وفقدان للشباب في أحلى سنين عمرهم أكيد مدى استجابة أهالي الصعيد للمبادرة دي مش أولياء الدم بس ولا الوزرات بس أنا عايزة أعرف الناس التانية اللي بتباها مقررة أنها تاخد الطار مدى استجابتهم من وقت ما بدأت المبادرة لحد دلوقتي بقت عاملة إزاي هل اختلفت هل الموضوع قل شوية عن الأول ولا مازال برضو الوتيرة يعني زايدة شوية هو طبعا كان في البداية جبل درع التسامح كان فيه تعصب شديد لقبول الكفن وقبول التسامح لأنه فيه يعني قلة قليلة في المجتمع اللي هم أهل الفتنة وأهل الشر وتجار السلاح يعني يا صدر نوران أكتر ناس فيما معه تجار ففضلوا شويهوا في صورة الكفن أنت رايح تستلم كفن في دم ابنك طب ما هو ده عشان راجل الراجل هو الجبل العفو طب الراجل هو لما إنسان تاني بيتقله بكفنه وبقوله أنت قادر ومقتدر أن أنت تضربني وأنا وأنت بتعفى عني وسط الألاف من الناس ما هو يعني سهل جدا أن أي إنسان يا صدر نوران يمسك بندجية ويدرب بيها طب وبعدين ما بتبجى خراب يوت أنا النهاردة لو مسكت واحدة ست بندجية هتضرب بيها طفله عشر سنين مسكته بندجية هيدرب بيها طب وبعدين أنا من الجزئية دي عاوز أوضح أنه ما فيش شخص عافي على التاني كلنا ممكن نكون يعني متساوين في الشيء اللي ما يرضيش ربنا فاللي بيقبل العفو بيقبل التسامح ده أنا بقوله يعني أنت من أعظم بالفعل من أعظم الرجال في الصعيد وأقواهم كمان أقواهم أنت بتاخد حجك بالقانون والشخص اللي بيدخلك بكفنه ده مش هو القاتل لأن القاتل بيكون في الحبس إعدام خمسة وعشرين سنة بياخد جزاته ده اللي بيدخل بكفنه ده ابن عم القاتل اللي هو مضربش فبيقوله أنا بفدي نفسي وبفدي شباب العيلة كلها فياردت يعني دايما لما بناخد الزنب ما ناخدش الزنب من شخص ما شافش المشكلة يعني طيب برضو فكرة أنه ست أو فتاة زي كده برضو يعني صغيرة في السن وشابة جميلة تقعد وسط المجالس العرفية وأهل الصعيد والرجالة ويقولوا لأ مفيش ستات تقعد ومفيش بنات تقعد وإحنا كلامنا أو كلام ستات ما يمشيش علينا أنت يعرف الكلام اللي احنا دايما بنسمعه في الأفلام المسلسلات بس أنا تابع الرجال أنت ميت راجل رد فعلهم بيبقى عامل إزاي أكيد الموضوع بدأوا يتقبلوا دلوقتي لأنه المبادرة سمعت وبقى فيه يعني تقدير كبير جدا لها حتى من أهالي الصعيد زي ما أنت بتقولي لكن في البداية كانت استقبال الناس ليكي كان عامل إزاي وإنتي بتعادي في المجالس العرفية بتتكلمي بحكمة وتوعزي أو يعني تعقلي الدنيا وتهدي النفوس شوية من بعضها أنا زي ما قلت لحضرتك اللي هو الشكل خلاص أصبح من كتر حضوري للجلسات مع الأمد مع المشايخ كان فيه تقبل وخصوصا لما أنت بتطلبي من الأهالي غير لما أنت بتروحي لهم لما الأهالي هي اللي بتطلب صفاء عصران أن هي تكون معاهم وتأذرهم وتحلي معاهم فيه مشكلة وخصوصا اللي جدامت لما بيحس وليه الدم أن أنت فهمة أن أنت عارفة نفسك بتتكلمي في إيه عارفة إيه يعني عادات وتقاليد وأصول يعني أنا كنت جريب جاعدة مع أحد الأشخاص كده فبقل بيقولي أنا جاعدتي مع ناس كتير جدا والله الكلام ده ما عدش يمكن عليه شهر لكن أكتر حدا اقتنعت عليه يا صفاء عصران لإني شفت فيك الخير شايفت بتتكلمي في الصح فهمة اللي هو يعني فهمة الموضوع لأن الموضوع ممكن يكون شخص المجتمع أو رجال مصالحات يكون شايفه من يعني منظور المجتمع شايفه منظور تاني خالص ممكن يكون الشخص ده اللي هو اللي عليه الحج هو يكون صاحب الحق والعكس طب انت بتدرسي مثلا حالة الطار اللي ما بين عيلتين هل بتدرسي تفاصيلها وإيه سبب الخناقة من الأول وكانت البداية منين ومين اللي تم ثقر منه ومين اللي تحبس ومين اللي عليت دور إنه هو يقوم بالطار ده ولا بتتكلمي كلام عام بالتسامح وإنه نحن لازم نسامح بعض وعشان يعني لو تكلمت كلام عام أتسبب في سلسال الدم حلوة واللي بتكلم في العام اللي هما دخلين كحقل للتجارب كسياسيين أما صفاء عصران بعيدة كل البعد عن السياسة والسياسيين فلو أنا هدخل أتكلم في العام ما أنا مش عارفة الجضية اللي جدامي يبقى أنت تبقى درسة القضية أو حالة الطارق درسة كل التفاصيل اللي يعني عرفت دقيقة جدا ممكن كلمة العلتين شايفينها أنا هتافها جدا لأ أنا بفضل لساعات طويلة باخد كلام من شخص واثنين وثلاثة والمرجع دايما لازم بيكون رجال الأمن فلو شخصي بياخد الموضوع كده اللي هو بيتكلم في العام ما أنا مش عارف الشخص اللي أنا بتكلم معه ده ما ممكن يكون أكتر شخص مجروح من الطارق وانت بتقول كلمة ما ينفعش إن هي تتجل للشخص ده فأنا لازم ببقى درسة الموضوع يعني دقيق جدا يعني بص المعلومات اللي هو ممكن أي شخص يشوفها إن هي تافها لا ده هي بتفيد يعني رجال المصالحات طيب تقدري تقول لنا كده مثلا كم قعدة صلح قاعدتيها وكانت النتيجة كويسة قوي وهل في عادات صلح يعني بقت بالفشل أو ما كانتش يعني في استجابة كبيرة من الناس وكانوا مصممين على الطار ولا لا بصي هو يعني ده في الأول وفي الآخر بيكون توفيق من عند ربنا مش لصفاء عصران بس ده لكل رجال المصالحات ممكن إحنا من ميت جلسة صلح صلح واحد ينتهي مثلا كل 3 4 5 6 شهور 7 شهور لأن الموضوع ما هواش سهل أبدا الموضوع يعني أصعب مما يعني أي حد في المشاهدين يتخيل الطار ده بيتسبب في غلق مجموعة من القرى ممكن أي حد غريب معدي من قرية تانية من مركز تانية تاني بيتضرب بسبب الطار الطار ده لو يعني في بلاد عندنا من أكبر البلاد التجارية اتجفلت بسبب الطار طبعا بيعني طار بيخلي الحياة شبه منعادمة تماما مش للعيلتين ولا فردين للبلد نفسها ده البلد ده مجموعة قرى كل القرى المجاورة للمركز كله ده بيوتر طبعا الوضع فلما بينتهي أو بيتغلق باب دم ده بيفيد طبعا يعني ومعظم الأعادات اللي قاعدت لها كانت يعني نجحت أو نجحت أنها توصل للتسامح والصلح كتير جدا ده بتوفيق من عند ربنا الحمد لله وعلى فكرة مش معنى إن الشخص ما قبلش الجلسة في أول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة خلاص كده الموضوع لا إحنا على فكرة عشان يتم الصلح ممكن نوصل لعشر عشرين تلاتين جلسة على مراحل مختلفة هل في سيدات يعني مثلا أم الشخص اللي توفى بتبقى قعدة في الأعادات الصلح ولا بيقى الموضوع مقتصر على الرجال فقط لأنه من المورسات حتى بتاعتنا وبنشوفها في الدراما المصرية دايما إنه الأم هي اللي بتبقى مصممة على أنها تاخد طار ابنها أو طار جزها هل بيبقى في سيدات بتحضر أعادات الصلح دي من الصعيد ولا بتبقى الأعادات مقتصرة على الرجال الجعدات مقتصرة كلها على الرجال لكن سيدة هي زي ما بيقوله كده والمحرك الأساسي للصقر لأن أكتر شخص بيكون مجروح من الصقر هي الأم والزوجة والأخت فالمبادرة بتاعتي كمان ما اقتصرتش على الرجال فقط لا دا احنا عاملين درع التسامح ترخيص 155 لعام 2013 برعاية طبعا الحكومة المصرية بتتكرم بي أم وليل الدم تكريم ليها لأنها ساعدتنا بالفعل على غلق باب دم مش كل أمهات أولياء الدم على حسب القصة اللي قدامنا على حسب أنا كحد من رجال الصلح أو رجال المصالحات بفهم القصة اللي قدامي بسأل رجال الصلح حل في القضية دي أو في الصلح ده ينفع تتكرم الأم ولا لا هل الأم ساعدت على الصلح وعلى الخير وعلى غلق باب دم ولا لا هل في تساوف الدم ولا لا فعلى حسب كل قصة بتختلف لكن المبادرة هي تكريم وليه الدم وتكريم لجنة المصالحات القائمة على الصلح في كل مصالحة طبعا بيختلفوا من لجنة من صلح لصلح بكرم بي أم ولي الدم كجبر للخواطر أنا بحييكي لأسف على فكرة أنا كمان يعني بشكر بشكر اللواء حمدي بي عبد العزيز بشكر العميد هجام بك الحواحي يعني أنا كل فقرة أو كل استضافة بشكر رجال وزارتي الداخلية وبخص يعني الناس اللي هي دعمتني دعم كبير تمكن فيه قصة من القصص كان نفسي إن أنا أحكيها لحضرتك والاستاذة المشاهدين كان فيه ست ضحية من ضحايا الطار داخل مركز الشرطة يعني متحفزين عليها فجعدوني معاها يعني لفترة كده فضلت أتكلم معاها عشان إن أنا أساعدها وأغلق باب دم لأنها كانت ضحايا من ضحايا الطار فرجال وزارتي الداخلية بيتعاملوا بالقانون وبروح القانون فأنا من قناتكم المحترمة بشكر كل رجال وزارتي الداخلية نحن بنشكركم بنحقيقي كل الشكر والتقدير طبعا لكل مؤسسات الدولة اللي بتساعد مبادرة زي مبادرتك إن هي توقف سلسلة من الدم والطار ونحن بنحاول نعمل مجهودات كبيرة جدا إن شان نقضي على عادة الطار اللي ما بيجيش من وراها غير واجع القلب وخسارة شباب زي الفل في مقتبل عمره نورتين يا صفاء وأنا بحقيقي جدا على المبادرة بتاعتك وأكيد هيبقى لينا لقاء تاني إن شاء الله معك شكرا لك شكرا لك احنا كده فقرتنا الأولى أو الساعة الأولى من إيم بوكس خلصت لسه فقرات إيم بوكس كاملة معاك وبعد الفاصل عيش صح خليكم معنا